تعلم للمعرفة قال تعالى قل أعود برب الفلاق ما المقصود بالفلاق؟ الإجابة الصبح قال تعالى في صورة الماعون فويل للمصلين ما معنى فويل؟ الإجابة واد في جهنم قال تعالى ونمارق مصفوفة ما معنى نمارق؟ الإجابة وسائد الإجابة وسائد قال تعالى والداريات دروًا ما معنى الداريات؟ الإجابة الرياح تذر الطراب قال تعالى أزفة الآزفة ما معنى هذه الآية؟ الإجابة اقتربت القيامة أطلق على الجنة إسم آخر في القرآن الكريم فما هو هذا الإسم؟ الإجابة الإجابة ضار السلام قال تعالى ودخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون ما معنى تحبرون؟ الإجابة الإجابة تنعمون وتكرمون قال تعالى قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ما معنى آلاء؟ الإجابة الإجابة النعم أطلق على الأنف إسم آخر في القرآن الكريم فما هو؟ الإجابة القرآن الكريم الإجابة قال تعالى بينهما برزخ لا يبغيان ما المقصود بالبرزخ؟ الإجابة الإجابة بينهما حاجز قال تعالى وحملناه على دات ألواح ودسر ما معنى دسر؟ الإجابة المسامير سميت المدينة المنورة بإسم آخر في القرآن الكريم فما هو هذا الإسم؟ الإجابة الإجابة يتري قال تعالى والسماء والطارق ما معنى الطارق؟ الإجابة النجم التعقب قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغن فاستعد بالله ما معنى ينزغنك؟ الإجابة يصرفك أو يصيبنك قال تعالى فالحاملات وقرا ما المقصود بهذه الآية؟ الإجابة سحب تحميل الماء قال تعالى والليل إذا عسعس ما معنى عسعس؟ الإجابة أدبر وولى قال تعالى ومن شر النفاتات في العقد ما معنى النفاتات؟ الإجابة الساحرات قال تعالى ترميهم بحجارة من سجيل ما معنى سجيل؟ الإجابة الإجابة من طين المتحجر قال تعالى وتكون الجبال كالعهن المنفوش ما معنى كالعهن؟ الإجابة كالصوف المصبوخ لا تنسى اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد اضغط زر الإعجاب للفيديو لتشجيعنا على نشر المزيد إن شاء الله وأخبرنا في التعليقات عدد إجاباتك الصحيحة